اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلي هتعيني ولادات الناس يا عين العلية يا خاينة يا رضية أرسرسك برصاص وارميك في البحر المواص يلي هتعيني ولادات الناس من عين البندرية ومن عين العبايدة ومن عين كل من شافك ولا صلاش على النبي علي الصلاة والسلام كفاية عادة وجيدة خلينا نعرف ونكلموا كلمتين مع بعض خلاص يما طلع هي فرحتي بولد النهاردة شوي ده بيجي مليك أعجبال كده يا ربي ما يبقى عمضة ويحج كل اللي ما كدرش أبو يحجي هطلع باخر فاط صدقت ياما أنا لو كنت خفير معينها الحكومة أحسن عندي إن أكون ملك معينهم الخاجات قصدقية والدخول هي حكاية الملك دي مش حاجبك والمية يا راجل بأسكن فاضي وفي ماملكة فلد لها حكومة عم إما اللي رضيت بها ليه بغني الناس على كد عاجلهم لحد ما وحدهم ويطوعوني ويسمعوا كلامي وبعد إن شوف كيف نطلع من المطب ده لا وعين يا والدخول ما تسيبنيش الدهزة يا لطرش في الزفة أقول لك يا عمي بس الكلام ده يفضل صر بيننا وما تطلعوش الجنس مخلوق مو جول يا غال يا والد الغال سامحك ما أقول يا عمي تسدق من نرجي عزرع مخدرات تالي بعد مربنا كرمنا وتاب علينا الله بل كل اللي بتعملوا ده إيه؟ بجار الخواجات لحد ما نخلص منهم ومن جرفهم ومن خرجتهم ليه وتهديدهم هنروح فيها الدول ولو ما كنت سمعت كلامهم كان زمان الحكومة بتدور علي مصادرة كل أملاكي حتى الأرض الجديدة اللي بابنها للمستقبل كتتصادرت الأرض الجديدة اللي هنبني فيها بوتنا كل حاجة باسمي هتصادرها الحكومة عرفت له يا عمي أنا مخصوبة طواهم وكيف هنقمن شرهم يا ولدي؟ هيتأنهم وراءك أنا جديدت أصعف شوية أوراك وأقطعهم والباقي تحت أدي الخواجة زفت بني أنا اشترطت عليه ما سلموش المخدرات اللي لم يسلمني الورن على أساس إن إحنا بنشتغل مع بعض بحرية هو معجول يعني هيسلمه لك بالسهل عارف إنه غدار وخاين وابن كلب وعارف إنه مش هينفز عشان يجدهبر اكتبله ترتيبة تانية خالص ترتيبة تخلصني منه من غير ملأمة أيوة يوجدها تسلم المخدرات وتبلغ عنه الحكومة لا هضروا من حتى ما تخطرش على باله وبعون الله هتكون ضربة قاضية مدام السوق محتاش كميات كبيرة مفيش مادة نزود كمية المواشي المستوردة بس يراب تكون في رعاية كافية لها أكيد مدير المزرعة مش هطلب أكتر من احتياجاته تاني أتمنى تخميناتي تطلع صحة وتتبعها أهو كده يبجى مفيش مشكلة تاني تقدري حضرتك تروحي علشان الولاد وأنا هجوم باللازم مدام أمي وأبوي معاهم ما بجلجش لا مؤخزة هو أخبر من نعبي إيه؟ غيبته طولة جاول مراتي بجاله شهر حتى مكالماته اتقطعت مش عارفة تصل بيه ربنا يطمنك علي ألو هآيوة يا مناعة انت فين؟ في البيت؟ طب أنا هجيلك عمر؟ عمر ده حكاية طويلة جاوي لما يجي هحكيلك طيب مع السلامة الحمد لله شفت إزاي ربنا طمنك عليه؟ أنا ماشي مع السلامة مع السلامة يعني في حفظ الله خلاص خلاص؟ خلاص حرمت مش هسافر تاني؟ انت كل مره بتقول حرمت وبتسافر تاني؟ هي سفرية واحدة وبس أوضب.. سفرية واحدة وبس؟ وبعد كده هبعد معكم اني على طول أنا وإنت وماما هو تتا وجده هيمشوا تاني؟ ليه؟ وما سابوا لبيت ومشوا؟ يا ساتر يا رب انتوا ببيتبلشوا جوجكو كفولة؟ يلا يا أولاد روحوا الجنين ألعبوا مع الوقت حصاوي يلا ما قلت ليش يعني لما رجعت النبوك وامك ماشوا سابوا البيت أبويا عارف كل حاجة عنك يا منا من المشكلة اللي حصلت وهي أي المشكلة اللي حصلت لطفة بن القمسان اتجتل في مكتبي وأنا بسلمه شيكاته بيسلمني الفلوس يا مهارة سود عمر جتله كانت غلطة كبيرة مني أني قلت له أنه هو عندي موجود في المكتب فجأة تهجم علينا ومهموش حد وحاول يقتل لطفة حاول يقتله لكن ما جتلوش حد من عائلة لطفي جيه يضرب عمر بالرصاص جت في لطفي فمت عمر؟ عمر فين دلوقت؟ عمر عمر حكايته حكاية كان مخبي عن الكل أنه جتل مراته وأعترف على نفسه دلوقت ومستني الإعدام كانش عندي أمل أعيش عشانه والانتجام لشرفي ولما انتجامت حسيت أن الحياة ما لهاش عازة عندي ولما اعترفت حسيت أني شلتها متأجيل جوي من على كلبي حسيت براحة كبيرة جوي يا صاحب ليه ما جبلتش المحامل اللي بعتته لك مرتي؟ خسار الفلوس اللي هياخدها المحامل يجب صاد واحد يستاهل الإعدام محامل الدفاع عن المظلومين وأنا مش مظلوم أنا عرفت بأخيانتها من كلام الناس وخططت لجتلها كان جدام حلول تاني كتير لكن اخترت تجتلها عشان أمشي ورافع رأسي جدام الناس هربت بالعدالة لكن ما جدرت شهرب من ضميري أول مرة حس بالعجز مش عارف أقول لك إيه ولا أعمل لك إيه يا عمو أنا رايحت ضميري ما بقتش خايف لما حساب ربنا أنت يا مناع ضميرك مرتاح تصدقني لو قلت لك إنه ما فيش حاجة بعملها إلا لو ضميري مرتاح لما بتضحك على روحك لما ميرك مات يا صاحبي جو ما مناع دين حضمك اخترت من يومك تشيل عذاب ناسك تشيل عذاب ناسك هو اختيار وإنت طوعت أحساسك واخترت من يومك تشيل عذاب ناسك تشيل عذاب ناسك تشيل عذاب ناسك اخترت من يومك سد الفراغ اللي أنا سيبته فعيلتي وأنا طلقته من أختي وأصريتي يرحل هو كده مرتاح أكتر مش هالهم كبير جوي من على جلبه كيف هي إحساسه بالزم زنب زنب ايه كان بيه انتج من شرفه وعمر كان عايش وسطنا مرتاح الضمير بدل اطلعت يا منا لو مكانش اطلق اختها كان هيفضل بينكم ويا تار انت خليتوا اطلقها ليه ربنا ارحم ويسامح روك يا حبيب روك صلى على النبي انت راجل مؤمن مش عايز تعرف اخبار مصنع السمد ايه ولا مش وقته الحاد قال لك حاجة كلها اخبار ووصايت من التجار بتوعي كلهم عايزين واسطتي عشان يجيب لهم السمد الجديد ويقولوا مفعولوا هايل على الزرع والمصنع مش ملاحق عالطنبوت نعم بس بق أحب عليها دخلين دينا حصتهم فلوس جاهزة يقول لها وأنا كمان فلوس جاهزة وقبل من كيف هيكم صداعي يا خاجر إيه اللي هيتكلم مش هيصرف مش عايز أسمعنا فاتوروني بقى إيه اللي بيحصل دي كيف تكبروا الأهالة كنكم واخدروا ببلاش مش بفلوسكم انتقوا مش هيرضوا عليك يا منابيه مش هيرضوا عليك لأنهم عارفيني أن تلمتي واحدة واللي هيتكلم مش هيصرف اخصى عليكم اخصى عليكم إزاي تجبلوا الأهانة من وعد خواجه هتكسبوا كنف الطن تابتوا لي يا منابيه انت عجبك الفوضى والغوغاء اللي هم فيها أنا بيعلمهم بالنظام انت بتزلهم باكل عشهم وانا بقبلش هالبلدي يتزلوا منابيه أنا بيعلمهم بالنظام والتحضوا بالحجة إنما الحجيجة أنك في وسطان تعبوا فيتهم جدامك زي الطلبية يلا غوروا قدتم غورة كل واحد منكم يطلع برا المصنع ويقدم طلق وأنا أبقى أحدد له مهادي جيخ واتحاكست مرفوع الرأس ربنا أخذك خلو واتطول حضرة في الساعة المياه أما أنت يا خواجه أنا أحهمك من البود عدين وأدير المصنع بنفسي ومع السلامة تعيش مناع ملك الناس برابا ستيف تصوير هايل أجمل اللحظات بقى اللحظات التتويج وإقامة مملكة المخدرات في مصر أصبحت أمر أواقع المهم يا بروفوسير إن أهل النجع كلهم سلموا بوجودنا في وسطيهم واعتبرونا منهم وصحاب الكلمة عليهم كمان الكل عايزين يكسبوا ردانا خاصة لما شافوا بعينهم السلاح اللي احنا جبناه للنجع المهم عايزين البيت ده يخلص ويبقى شبه بيت حسان أو البنداري ليه يا بروفوسير تلاوي تقعد هناك على طول عشان تحكم النجع ويبقى لك هيبة لازم يبقى بيتك زي بيتك كبير بتاعها ده رودي بيكلمني من صهاج بيعمل شغل حلو قوي هي رودي أخبارك يا حبيبي للأسف يا بروف أخباري مش حلو مناع بيت أرادني من إقدارة المصنع ولا يهمك سيبه ويقعد مكانك يومين حيلاقي نفسه بيعمل اللي انت بتعمله وحيفهم إنهم هم بيحبوا يتزلوا أنا لو بعت مناع ممكن يدخل في شغل الخبرة الأجانب بتوعنا مستحيل حد حيقوله أي حاجة كل اللي حيعرف يعمله إنه حيوقف ينظم طوابير تجار اللي كل واحد فيهم حيموت على حسة سمات برضو وجودي بعيد عن المصنع في وجود مناع خطر ما تستهونش بيه حتديله فرصة أسبوعين يلف حوالين نفسه قبل ما اتصل بيه وأمره يرجعك حسب بنود العقد يعني اتطمن من ناحيته؟ اتطمن خالص منع هو اللي في ايدينا مش احنا اللي في ايده سيبه يدوغ شوية وأتحدى إنه يمسك علينا أي غلطة هقولي؟ أوكي يا بروف بس لو سمحت أنا عايزه هو اللي يجيني لغاية عندي ويتحيل علي عشان نرجع مكتبي تاني أو عيدك يا رودي هيحصل أوكي يا بروف باي أنا حتجنينا دكتور جمال كل الفلاحين اللي بيستعملوا السمات بتاعنا مش جادرين يستغنوا عنه والله أنا حسن معلومات يا منعبي تركيبتي السمات ما فيهاش أي حاجة خطر وحتى المواد اللي بيخلطوها كلها مفيدة جدا للزرع وكمان بتزود نسبة امتصاص الجزور للسمات لا جلبي حاسس إنه فيه حاجة غلط الناس دي ما يجيش من ورها خير أبدا ولو جيه يبجى من ورها شرة أكبر لا ما أبدأ عندي ما أقول لك إيه يا دكتور عايزك تجمع عينات من كل الأراضي اللي بتستعمل السمات بتاعنا في كل البلاد وتعمل لها تحليل شوف حصل تغيير في الطربة ولا لها أصدر حضرتك زي موضوع المبادات المسرطنة اللي حصل قبل كده وبوزة الأرض حط كل الاحتمالات اجفل على نفسك المعمل واشتغل ليه النهار وأنا واسج إنك هتوصل لحاجة لو ثبت صحة الشكوك دي الموضوع حيبقى خطير جدا يا مناع بيه أنا سألت واحد من المزرعين اللي بيستعملوا السمات بتاعنا قلت له ليه بطلتوا تستعملوا السمات اللي متعودين عليه قال لي حاجة غريبة قال لي أرضه بيجي تمد من أسمادنا حتى الأرض فيها يدمان وابقى حيجي منين الخير شفت خاطر غالي علي كيف أنا حطيت راسي وراس عيلتي جدا ما أخوكي مناع عشان لما أطلب يدك ما يقوليش ليه بس انت ما تنترش تعمل اللي بيعملوا مناع يعني ما تطيتش بكيفك ولا حاجة ليه وكان أخوكي بيعمل ليه أنا ما نقدرش نعمله واه غير بس خلطة الحشيش بس خلطة الحشيش ليه مش أخوي مناع ده اللي شاير راسه على يده وماشي يبيع في الحشيش وكلكم ماشيين وراه حديدك هدي ايه من اسمي دلوقت بعد دفقية الخواديات الجديدة خلاص التسليم هيكون هنا ودفع فوري كمان قصدك يعني لو معاك سر الخلطة مش هتخلي أخوي مناع هو ملك الناجع ما قولت لك هنسمي أنا تنزلت له عشان خطر عيونك أنت وأنا دلوق ملك الناجع في غيابه يعني مش محروم المملك أولا حاجة طب وغلوتي عندك احلفي إنه عمرك ما هتنطح أخوي بعد كده هنغف قدامه ونطحه في حالة واحدة بس لو عاند ومرضيش يجاوزني ليكي وما قدرش معروفي للدرجات ينغلي عندك يا أماما واغلى من حباب عناي يا حبيبي الجلبي طب هتطلبني منه ميت علشان يعني بجماهد لومي الحكاية قبلها مش قبل ما نطبخ الحشيش وندفنه في الرمل لو فتحته قبلك ده ممكن يعاني الضوفل وضيع علينا زلعة السنة بحالها هاعمل إيه أخوك الوحيد اللي معاه سر الطبخة لا معاه أنا كمان سر الطبخة في يدي كيف ما هو في يد أخوي إيه؟ بتقول إيه؟ سر الخلطة معاك إيه؟ أحب على عندك هنسمي بتقول إيه لسر الخلطة إيه؟ لا السر ده يفضل جواي لغاية أخويا ما يعاون لو وافق على جوازنا ساعتها هجي لك بيتك والسر معايا وساعتها أبقى ملك تديني بحالها يبقى ما تصبرش أول ما أخوي يحطي رجله في الناجع وطلبني منه وانا هتكلم معمي علشان ألين دمغها يعني وما تقولش لا صدقي بالله أنا نفس أخوك يعاود الليلة يعاود وقت ما يعاود المهم لما يعاود تكون جهزت لي بيتي لك بمجامي مش لا تدعليك بيت أبويا أو ليه؟ لا أنا عايزة بيت لوحدي إيه وبعد إن ما قدرش أعيش مع عمك وقتك رجايا أولادك في بيت واحد خلاص خلي الرجالة اللي بيبنوا بيت الخواجات يبنوا لك بيت جديد وما حدش يقدر يسألني إنت بتبني ليه؟ ربنا يسطر أنا عمر ما خبيت حاجة على منعها وهو طول عمر ستر وغطى علي مش عارفة ليه جنب المكبوط ربنا يسطر خرجتها معك يا دكتور جمال إنت كل يومك ده تروحني بعد نص الليل ملنع بيه قالك تتزرع هنا جنبك عايز تمشي مع السلامة تبقى بتعاست بتاعيش خليني بقى اركز روح يا فرق وما دخلش حد لما قولك هاي واي حاضر افتح يا باوه أنا من نايع حاضر انا شعرت بيه حاضر 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 ايجب قدام الباب برا حاضر ويكفر كويس ازاي كان اختبط كويس اللي اجيت كنت حاطس بيك المهاردة وصلت الحاجة تقريباً لو بظن يطرع في محلته وبكرسك ششت اكفر تعال اوصلكوا في الطريق نتكلم يا أولاد الشاطين انا كنت بجول من الاول اكيد تركيبة السمات دي وراه حاجة خطيرة لكن ما فيهاش حاجة ممنوعة ولا حتى بتدور بصحة الناس طريح يا دكتور هو لما الارض تبوم من غير السمات دي ما يبقاش ضرر للبلك كلها صعب نسبة الكلام ده منابيه الا اذا الوزارة شكلت لجنة من كبار الدكاترة واخدوا عينات من كل الاراضي اللي استخدمت السمات بتاعنا وعملوا عليها نفس التجارب بتاعتي وانت متأكد من نتائج دي يا دكتور سداني منابيه انا عملت تجارب كتيرة على عينات من كل بلد ولقيت ان التربة بتتحجر لو استخدمت الاسمدة العادية اللي موجودة في السوق وده بقى لمخلي الفلاحين اللي استخدموا سمات بتاعنا ببيقدروش يستغنوا عنه اتعرف ان هيزر الكلب كان بيأكد ان احنا في سنة واحدة هنحتكر السوق كله وانبني بضل المصنع عشرة صح ده لان التربة مش هتمتص إلا التركيبة بتاعتنا ولاد الابلسة يعني هما لو بطلوا يمدون بالتركيبة السرية بتاع السمات دي هيبجى خراب على البلد كلها فعلا الحدايا ما ترمش كتكيت ابدا طب الهمل ايد الوقت يا منابي هنفيش رحل واحد نصطاض الحدايا هاذا؟ 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 بس يا ربي خفافين 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 خبر ايه يا نسمة؟ تعمل ايه الوقت ده كله في قدوة أخوتي؟ ومالك جلبة حالها كده ليه؟ مفيش ياما الهدوم كلها مكام كما عايزها تتغسل فيم دي؟ مالهدوم راحتها زي الفلة هاي؟ والله شكلك بالدعبس على حاجة بالتحسام واي ياما بجانا فيها العادة لايفشها دي؟ طب يلا يا اختي يلا رجعي كل حاجة ما اترحى يلا بلاش خوطة واجع دماغي انا خلاص يا بروفي صبري ناخد وهو ولا فارق كلامك معاني كايني مش هاموا العقد اللي بيننا خالص لحظة يا بروفي سير سير اوكي هكلمك تاني باي اهلا منناع بينا اتفضل او عا تكون فاكر اني جاي اعتذرلك ملا سيادتك جاي ليه؟ سوي طبعا البيت بيت اكتشرر في اي وقت بس ده رد على سؤالك يبجى البروفيسير ما جلتش انا قلت له ايه؟ لا هو قال لي قال لي ان كان فيه عقد بينك وبينه والسيادتك تقريبا خليفة البنود ومش كده؟ وهو من بنود العقد برضك انه وافج على موظف مفروض علي واسيبه يهين العملة زي ما هو عايز شوف سيادتك العقد اللي بيني وبين البروفيسير بيقول اني امثله شخصيا في قدارة المصنع واني اشرف على طعم الخبر الاجانب بالكامل يبجى ترجع شغلك وتنفذ العقد بتاعك زي ما هو مكتوب سيبك من موضوع العملة انا حطيت انظام يريحك منيهم حسنا؟ بس المكتب اللي انت ترطني منه ده مكتبي انا وانا اتعودت اشتغل فيه لوحدي ماشي وانا مش فضيل واسيد اسيبه لك بس لو بلغني انك اتدخلت في توزيع الحصص على التجار هارجع تاني واكرر اللي حصل بساعتها وابجى حاجي بعد اذنك يا خواجه رودي سلام انا مش عارف ازاي البروفيسير بيديك الامان وانت بتكره نكره ده كله جاهز يا دكتور الحقيقة خايف رودي يرجع ميلاقينيش يشكي في اي حاجة ما تخافش لما يسأل عليك هيلاقيك مكدم على طلب للعمرة وما يقدرش يعمل حاجة الموظفين كلهم يعرفوا بركولك كمان سدان يا منابي انا عمري ما شفت حد بيشوه سمعة مصنعه بالمنظر ده لو كنت مكان يا دكتور اتضحي بمصنعك ولا ببلدك لا يا منابي انا عمري ما شفت حد بيحب بلده قددك يا دكتور كلنا بنحبها ودليل انك معايا ها بس يا رب مركز البحوث يقدر مجهودنا ان شاء الله هيقدروا خصوصا بقى ان احنا اغدلهم العينات والابحاث اللي انا عملتها ما هيكون انك عاملها خصوصا ده اللي مش مطمني خايف ما يحترفوش بيها وديبوا عينات جديدة وعملوا بحاس من جديد وده هياخد وقت سيبنا بس اتفاهم معاهم في الامور الالمية دي انت تقدم الشكوى وتتفاهم مع المسؤولين عشان لو حصل اي حاجة لقدر الله انت تكون في الامان احنا نتوقع الله قولي يجاد دورابنا ولا هيكون ده كلام خطير جدا يا مناع بيه وما يتفسر بايه يا بيه حالة التربة اللي تعاوتت على السماد بتاعنا سيادتك انا تعبت جدا في الابحاث بتاعتي لغاية ما وصلت للنتاج ديت وجبت معايا عينات من بلاد كتيرة استعملت السماد بتاعنا عشان حضراتكم تتأكدوا بنفسكم ان التربة بتتحجر لو غيرنا لها السماد بعد اذنك انت هتفضل معنا يا دكتور جمال وحتبقى عيده في اللجنة اللي هشكلها للبحث انا بالنسبة لي موجف حسات جدا في المصنع يعني لينا شركة اجانب ومش عايز حد يحسن برقبه في الحقيقة انا شاكك فيهم من زمان رغم النجاح الكبير اللي محققهم المصنع والله يا بيه انا بالنسبة لي كالصاحب مصنع اكسبت كتير لكن يغور المكسب اللي يجعل حساب خراب الارض اللي بتاكل الناس منها عيش والله احيي فيك الروح الجميلة ديه منع بيه وانا هتم بنفسي بادرست الموضوع اوه ربنا يكرم سيادتك اوه في حاجة تانية السرية السرية مهمة جدا خواه جفاي هايزر والناس اللي معاه يعنيهم فانجيلة وفي كل مطرح في البلد ده الترام خطيرة منع بيه انا هرد عليك في كلمة واحدة ده قضية امن قومي ده كلام ما في وش هزار مفيش مصلحة غير مصلحة البلد ياه ياه اللي خباص السر كله باجي في يدي كلبت الدنيا عالدفتر الاسود لحد ما عرفته هو ده السوفين بس سيبته مطرح وستين مطرح وليه سنين طويلة وزارعتي بتخيب وفي الاخر يطلع السر كله في الدفتر الاسود نسبة بتعرفت لا فعولة مقدرش ده كان مناع يكتلني وكفاية اني عرفته هو ده السوفين ونصبر لما يعاود مناعا بتعرف يا نسبة انا لو طليت عالدفتر ده مرة واحدة بس هعرف فالا كنت بغلط فيها طوالة يا سلاة اذا كان مناع اللي بيعمل كل حاجة بيده بيقول ان من غير الدفتر ده ميعرفش يعمل حاجة عشان مغلطش جابلك ده لكن اللي جرب كل الطرق الغلط لما يشوف الصح يعرف طوالي نصبر لما يعاود مناعا علشان لما يلاقي الدفتر مطرحه ساعتها يدينا الامان ويمكن يوافق على جوازنا ها؟ لا وممكن ما يوافقش عشان يجدها نسمة انا عايزك تسرقهولي ايوا تسرقهولي وتجيبهولي ساعتها مناع يكون مجبوري ويوافق على جوازنا اسمع مني عايز نسرقهولي؟ واجيبلك انت الدفتر؟ ليه؟ عشجاك فتضلمياك وانت السادق عشجاني في النور وعلى عينك أتاجر وقدام كل الناس لو انت فاكرا ان انا هتحمل ابعادك عني تاني خلاص اول ما يعود مناع تطلبني منه وتدفع مهري ساعتها تبقى واحد من العيلة ويبقى لك حج في البيت كله واللي فيه بيت فكرتيني بالبيت اما انا نسمع عملك حدة بيت يشرح الجلب الحزيان وقلتلهم البيت ده المين؟ ليك؟ طبعاً ولا أقول لهم البيت موافجة على نص الكمية بس عندنا طلبات كتير وبالنسبة لمصنع الماكارونا بلغ المدير العام ان فيه اجتماع يوم الاثنين تجاي لمراجعة الحسابات اتفضل ممكن جناب المديرة تروح ترتاحها بابا وتهملناك وعد مطرحها خبرية مناع عينك زاغت على مكتبي بعد المنخواجة أخذ مكتبك؟ رجالي شهرين مش عارف عمل حاجة وجودي هناك زي عدمه وهناك Legends اطهكة من جلة الشغل روح تشطر على الخواجة ومالقش دعوه بيا أنا مرتب نفسي ومنزم شغل ماشي ماشي يا نورهان عشان ما تبكيش لما هاملك وسافر جنة شهر والله شهرين ليه يا حبيبي هتسافر ليه تاني رايح هتطمن على الزرعة والمباني الجديدة ولو لجيت كل حاجة تمام هتبقى النجلة التاريخية العيلتي هجيدهم كلهم في دفاتر الحكومة باحتبارهم يعني أهالي عزبة مناع الشكل السفرية هتطول جوي قولي يا رب مسألة صعبة ومحتاجة تدابير وناوي على السفر امتى جدام اسبوعين بالكتير وكون الزرعة الجديدة جهزة على الحصاد ونابتد الشكل اتوكل على الله وروح شوف المصنع لفي ايد الأغراب أما بالنسبة لهنا أنا مسيطر على كل حاجة انسى انك تجعل على المكتب داتين يا واد انت يا مسيطر على كل حاجة رايح تجلبي رب ما يوفقك على رأي مناع والد أخوي تغور المملكة اللي الأجانب يعملوك فيها ملك مش أهل بلدك ديت هنعرف ساسنا مراسنا يا ناجي واهل الناجع يتعاود على طاط الملك بتاعهم وبعدك دي هبقى تشوفك أنا ومناع نزعطهم من الناجع ونبقى يجدوا واحدنا وهو ما بيدكم تتحدوا من غير خواجات ولا لازم ياجي الأمر من الأغراب راح يا بلد كل حاجة وليها أواني يا بو بكري قل لي هو مناع يجي ميتة عايزين نحصد المحصول عداني الحشيش استوت ولو استنينا أكتر من كده العدان هتخوخ مناع عارف هيجي ميتة وهو اللي عارف المواعيد زين وأكيد هيجي من دون عايزين يا ناجع لما يجي يبقى يعلمنا كيف نضبخ الحشيش سوا أنا وانت عشان جاعدتنا محتسين كده عيبة اتحقي وحقك يا طرى بعد ما تعرف سر طبخة الحشيش هتجمل تفضل وزير زي ما انت يا همام ولا هتطلع فيها وتقول يا أرض تهدي ما عليك جدي وتعمل فيها ملك جديد ها؟ ما تبص ليش كده يا أرض مناع عارفة زين ومش هينوجل أكل في دماغك أبدا للأسف يا دكتور أبحسي كلها طلعت سليمة السماد مدمر للتربة الزراعية تقريب قدام سيادتك وفي توصيلة سريعة بدلولة غلق المصنع وصحب ترخيص إنتاج السماد السحر دي كارسة لازم أبلغ فيها النائب العام فور للقبض على كل اللي اشتركوا في الجريمة دي وأولهم اللي صراحوا باستخدامه من فضلك يا دكتور بقى الراجل الوطن اللي بيخاف على بصلحة بلد ويغير عليها يترمف الإقسام ويتعامل معاملة المجرين بالمنظر ده وإحنا نستنى لغاية من نسبة برقته بعد مرضو عدل يرضي ربنا عايز يا دكتور جمال الحقيقة يا دكتور من بدايتها يعني ما تقولش إن انت اللي اكتشفت الكارسة تقولي إن منع بيه هو اللي اكتشف الكارسة وبلغك بيها وإنت تأكدت من الكلام ده؟ صدقني يا دكتور هتفرق كتير جدا في معاملتهم لمنع بيه كإننا منعترش إن احنا مش شافين شغلنا صح تحت أمر معليك يا باشا علم والشيونافك جاءت لنا موافقة بمحاصرة مصلع منع للسماء والتحفظ على كل من فيه والأفضل على جميع الخبر الأجانب تحرك بسرعة؟ تحرك بسرع تحرك بسرعة سحكات